ما زال العراق يعاني ويلات الغزو الأمريكي وما زال أهله يتجرعون مرارته وما تركته أسلحته المدمرة من بصمات الموت على أجساد الشعب العراقي مرض السرطان العنوان الأبرز لمخلفات الغزو الأمريكي حيث أصبحت مدينة البصرة مرتعا لانتشار هذا المرض بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 إصابات يوميا بحسب ما أكده رئيس مجلس محافظة البصرة وليد القيطان واصفا تلك الحال بالمجزرة الجماعية التي تحدث بالمحافظة بشكل يومي وذلك كله عائد بالدرجة الأولى إلى إشعاعات اليورانيوم والسموم الكيموية التي نفثتها أمريكا عن طريق استخدامها الأسلحة المحرمة دوليا ضد العراقيين ظاهرة مرض السرطان في البصرة لم تلقى الاهتمام المطلوب من قبل الحكومة بل على العكس تماما ساهم التلوث البيئي والإهمال الصحي بتفاقم مرض السرطان فالناظر في سوء الخدمات وغياب الرعاية الصحية يلحظ أن حكومات ما بعد الاحتلال تحولت إلى شريك له في جعل العراقيين ضحية لفتك الأوبئة وأمراض العضال ما جعل الموت البطيء محتلا جديدا يغزو آلاف العراقيين في السنة الواحدة ولا تقتصر الحكومة على إهمالها لانتشار مرض السرطان بل وصل بها الأمر إلى محاربة وسائل إلاجه ومن قبيل ذلك قيامها بفرض ضرائب مالية باهضة على الشركات العالمية المجهزة لأدوية أمراض سرطان الدم دون التفات إلى مطالبات جمعية مرض سرطان الدم بإلغاء تلك الضرائب الأمر الذي يعرض أكثر من 2250 مصابا بسرطان الدم في العراق إلى انتكاسة مرضية تهدد حياتهم ترتفع معدلات السرطان في العراق عموما وفي مناطق أخرى كالبصرة والفلوجة على وجه الخصوص ومعها تتضح للعالم الصورة السوداء للغزو الأمريكي والحكومة السائرة على خطاه في ترك العراقيين على عتبات الموت